مبارح زي ما كنا متكلم مع حضرتكم مصر عقدة قمة القاهرة للسلام بحضور قادة ورؤساء ومبعوثية عدد من الدول لاحتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة وخفض التصعيد العسكري اللي راح ضحيته ألاف القتلى من المدنيين الأبرياء خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن القمة وتأثيرها الإيجابي وأهم نتائجها معنا في استوديو صباح الخير يا مصر مشرفنا ومنورنا الدكتور إكرام بدر الدين وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أهلا بك دكتور أهلا بحضرتك وحضراتكم والسادة المشاهدين قمة القاهرة للسلام أهمية انعقادها في هذا التوقيت الحريق جدا والرسائل وراء عقد هذه القمة طبعا هي قمة القاهرة للسلام واللي عقدت بناء على دعوة من السادة الرئيس بتكتسب أهميتها الحقيقة من عدة أبعاد ربما البعد الأول في الأهمية هو عدد المشاركين فيها يعني بيشارك فيها يمكن أكتر من 30 دول وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة وده أيضا بيعطيها السقة الخاصة بحضور عدة منظمات دولية وإقليمية القمة دي كانت بتستهدف إطلاق عملية للسلام سواء في المدى القصير أو في المدى الطويل المدى القصير يعني الأزمة اللي بتحدث في غزة وتداعياتها والخسائر اللي بتحدث في المدنيين والاعتداءات الإسرائيلية على غزة واللي بتخالف كل قواعد القانون الدولي والقانون الإدساني وشوفنا عدد ضخم من يعني اللي ماتوا في غزة بيتجاوز الأربعة تلاف حتى الآن وربما الأعداد بتتزايد يعني يمكن بمعادلة يمكن كل ساعة بتتزايد إضافة إلى أعمال عنف شديدة يعني بترقى إلى وده اللي عبر عنه عديد من القادة يعني العرب بترقى إلى جرائم الحرب يعني قتل المدنيين دولة ذات قوات مسلحة وجيش نظامي مسلح بأحدث الأسلحة تستخدم هذه الأسلحة ضد المدنيين العزل قصف لمنشآت مدنية مساكن استشفيات دور عبادة وبالتالي هذه القمة كان الهدف منها حصار لشعب غزة أيضا ودي جريمة أخرى محاولة تجويع لشعب غزة تهجير قصري نوع من الإبادة الجماعية كل دي كانت قضايا خطيرة وتستلزم وقفة من دول العالم ومن هنا احنا بنفهم أهمية انعقاد هذه القمة كل ده في المدى القصير إيقاف الاقتتال والهجوم الذي يحدث ضد المدين في غزة ده جانب الجانب الآخر ادخال المساعدات الإنسانية إلى غزة المحاصرة من أكتر من أسبوعين الآن فكل دي كانت أسباب لتستدعي انعقاد هذه القمة كل ده في المدى القصير في المدى الطويل يعني ربما كان الهدف أيضا أن تتحرك عملية السلام المتوقفة منذ سنوات بين إسرائيل والفلسطينيين تمهيدا للوصول إلى حل عادل وسلام عادل في هذا الإطار وده بينزع جزور الأزمة وينهيها إذا تحقق طيب يمكن حضرتك ده بالنسبة لا أهمية هذه القمة قمة القاهرة للسلام لكن لو نتكلم عن الأثر الإيجابي لهذه القمة حتى الآن نحن شايفين يعني زي ما حضرتك قلت حضور واسع حضور دولي واسع لكن حابين نعرف من حضرتك الأثر الإيجابي بالنسبة لأشققنا في فلسطين والقضايا الفلسطينية شوفي حضرتك يعني الأثر الإيجابي احنا شوفنا يعني يمكن أمس بدأت تدخل المساعدات الإنسانية وانا هنا يعني لاحظت أن فيه تقارب كبير بين دخول المساعدات المصرية بداية دخول يعني عشرين شاحنة كبداية وبين إنعقاد المؤتمر صحيح دقائق قليل بالضبط الفرق بينه يمكن نصف ساعة ولا ساعة لا تلت ولا شيء من هذا القبيل فده شيء إيجابي أن بدأت تدخل المساعدات الإنسانية والأدوية والمسلزمات لإخواننا الفلسطينيين في غزة فده شيء إيجابي شيء إيجابي آخر هو تأكيد مصر أمام المجتمع الداولي وأمام دول العالم وأمام إسرائيل وأمام الكل إن مصر لا تقبل بتصفية القضية الفلسطينية صحيح أبدا والكلام اللي تقال بقى عن تهجير للفلسطينيين إلى غزة وتهجير للفلسطينيين إلى الضفة وأشياء من هذا القبيل كل ده غير متقبل أيضا تم التأكيد على إن مصر بتتمسك بأمنها القوم ولا تتهاون فيه على الإطلاق فكل دي يعني نقدر نقول إنها نتائج إيجابية ورسائل أطلقت في هذه القمة ربما أيضا وبالتأكيد الدعوة إلى الوصول إلى حل شامل وعادل دي نقطة مهمة أوى يعني إحنا طوال الخمسة وسبعين سنة اللي فاتت من سنة الثمانية واربعين وحتى الآن ما كانتش بتوضع حلول شاملة أو توضع يعني قضايا السلامة العادل موضع التطبيق إنما اللي كان بيتم حلول جزئية مسكنات أشياء من هذا القبيل إذن كل دي إيجابيات لهذه القمة رغب طبعا نقدر نقول أيضا إن لم يصدر بيان نهائي عن القمة نظرا بالاختلاف في وجهات النصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت كلماته واضحة جدا إنبارح وبيضع العالم كله أمام مسؤوليته يعني حتى الضمير الإنساني السيد الرئيس قال إحنا في صرف بتمتحن في إنسانياتنا وتمتحن في أو تختبر في الإنسانية الرئيس خلال خطابه أو خلال الكلمة تحدث عن خارطة طريق دكتور إكرام مكونة من ثلاث نقاط أساسية التضفق الدائم والمستدام والسريع للمواد الإغاثية رقم اتنين البدء فورا في مفاوضات التهديئة ووقف إطلاق النار ثم بعد ذلك إحياء مصار السلام مرة أخرى لأي مدى خارطة الطريق دي يمكن أن تطبق أو أن يبدأ التفاعل معها في ظل لحظة ملتهبة جدا بتعيش المنطقة طبعا دي خارطة طريق الحقيقة مهمة بيضحها السيد الرئيس ولو تم تنفيذها يبقى معنى كده أن فيه الأفق السياسي للمشكلة الأفق السياسي يعني الأمل أن هذه المشكلة ستحل الأمل أن العنف سيتوقف الأمل أن ما عجزنا عن تحقيقه والعقود سابقة يمكن أن يتحقق في سنوات قادمة وبالتالي هنا ده شيء إيجابي الحقيقي وممكن حتى أن نقول عليها في الأمد القصير وفي الأمد المتوسط مثلا أو الطويل في الأمد القصير أن تتضفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وده أمر مطلوب بعد هذا الحصار الشديد وبعد هذا التجويع أيضا المطلوب وفي الأجل القصير يعني في أسرع وقته ممكن ليس يعني ده مطلوب ليس حتى في الأيام القادمة بل ربما قد يكون مطلوب في الساعات القادمة صحيح أن يتم إيقاف هذا الهجوم الوحشي الذي يتم ضد إخوانا الفلسطينيين وده بيتنافى مع كل بات وفقت عليه الأمم المتمدينة وإحنا حتى لما نتكلم ودي يعني نوع من إزدواجية المعايير إحنا لما نتكلم عن الدول الديمقراطيات الليبرالية والدول الغربية اللي بتنادي بحق الحرية والمساواة وحقوق الإنسان حقوق الإنسان دي بتصار بمناسبة شخص واحد يعني يتم التعقيم معاه أو كده وحقوق الإنسان وإعلامه وكل هذا الكلام طيب ماذا عن حقوق 2 مليون ونص فلسطيني في غزة ماذا عن الانتهاكات التي تحدث ماذا عن حق الحياة وحق الحياة ده أهم حقوق الإنسان إنه يعيش يعني فيتم قتل آلاف المدنيين وبهذه الطريقة إذن هو ده اللي ممكن نسميه ازدواجية المعايير أو الكيل بمكيالين وبالتالي إحنا يعني لازم إذا أردنا أن نتخلص من هذه الحلقة المفرغة من العنف والعنف المضاد لازم أن نجد يعني وسيلة ليه أولا إيقاف هذا الاقتتال إيقاف هذا الحصار البدء في عملية تفاوضية الهدف منها تحقيق السلام العادل وانا بركز على فكرة السلام العادل يعني إذا كان السلام مفروض بالقوة دان يستمر وفي أمثلة تاريخية نشوف حضرتك في الحرب العامية الثانية في الحرب العامية الأولى هزمات ألماني وفرضت عليها شروط قاسية وسلام وكان فيه مؤتمر للسلام وفرضت شروط قاسية عليها واقتطاع أجزاء من أراضيها والمناطق اللي فيها سراوات يعني تحديد جيشها كل هذا الكلام كان إيه النتيجة كان فيه سلام بس السلام لم يكن عادل بعد عشرين سنة من انتهاء الحرب العامية الأولى أشعلت ألمانيا الحرب العامية الثانية سنة التسعة وثلاثين يعني بعد عقدين من الزمن إذن هذه الفكرة أنا بركز عليها إحنا محتاجين إلى بداية عملية تفاوض بداية تحقيق سلام عادل بركز على كلمة عادل دي لأنها مهمة قوي وهي اللي هتؤدي إلى ليس فقط حماية الطرفين من أعمال العنف المتبادل وإنما أيضا هتحول دون حدوث تداعيات خطيرة لا يمكن تدارك سواء على مستوى الإقليم أو ربما أيضا يتأثر بها العالم وخصوصا أننا في فترة العالم ليس في حاجة إلى مزيد من المشاكل دي حقيقة يا دكتور لكن اسمح لي انطلاقا من حديث حضرتك وبما أنك تحدثت وذكرت عن فكرة ازواجات المعايير يعتقد الحرب على قطاع غزة حاليا يعني كشف خلل في قيم المجتمع الدولي حقيقة يعني حتى برضو مزال التساؤل يعني ليه المجتمع الدولي لا يدين اسرائيل ليه حتى الآن المجتمع الدولي لم يخرج ببيان واضح وعادل بما يحدث في قطاع غزة بما أنه في قضايا كتير حتى في الوقت الراهن هم المجتمع الدولي خرج وادان مواقف حتى مش مشابهة طبعا ده بيرتبط زي ما حضرتك تفضلت بازدواجية المعايير أو المعايير المزدوجة أيضا بتغليب المصالح على المبادئ ودي نقطة مهمة أو إن الأمور مش بتحكمها المبادئ والقيم والحفاظ على تطبيق مبادئ تتعلق بهوالإنسان على سبيل المثال بقدر ما تتعلق بمصالح وقد تكون المصالح دي يعني الزات أبعاد مختلفة قد تكون مصالح انتخابية في الداخل في داخل بعض الدول كل ده بيؤدي إلى ازدواجية المعايير اللي احنا بنتكلم عنه ربما أيضا يعني أنا أريد أن أقول لو احنا هننظر إلى الجانب المصلحي أيضا لازم ينظر إليه في إطار أوسع شوية وهو التداعيات التي يمكن أن تحدث إذا لم يتم احتواء هذه الأزمة بالرجوع مرة أخرى لخطاب السيد الرئيس مبارح في افتتاح قمة القاهرة للسلام الرئيس أكد أنه لا نية أبدا لتصفية القضية الفلسطينية لن يحدث ذلك أبدا بأي حال من الأحوال ولن يحدث على حساب مصر أبدا وهذا المقطع أو هذه الجملة الوحيدة التي قررها مرتين لتذكير العالم بأنه ما فيش أي اتجاه لتصفية القضية الفلسطينية وشفنا كمان خطاب للملك عبد الله وشفنا خطاب أيضا أبو مازن في نفس هذه الفكرة لن نرحل من الأرض نحن باقون على أرض فلسطين أهمية إرسال هذه الرسالة وبعت هذه الرسالة للعالم أنه هناك رفض مصري عربي كامل لسيناريو التهجير أو ما يعرف بالوطن البديل ده صحيح ودي الحقيقة كانت رسالة مهمة قوي من السادة الرئيس وأكد عليها في المؤتمر هو التهجير معنى إيه؟ التهجير معنى أنك تفرغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصلين صحيح طيب وإذا أفرغت من سكانها الأصلين أو من الشعب الفلسطيني من الذي سيأخذ الأرض؟ من الذي سيحوز الأرض؟ اللي يحوز الأرض بالتأكيد إسرائيل المحتل بالضبط كده إذن الأمر مرفوض مصريا مرفوض عربيا مفروض حتى أنا عاوز أقول فلسطيني يعني الفلسطينيين قالوا رفضين الخروج أصلا نعم الفلسطينيين رفضين الخروج آه لأ يعني الفلسطينيين كمان بيقولوا إيه؟ بيقولوا إحنا عنينا من نكبة في 1948 مش هنكررها مرة مش هنعمل نكبة تانية في 2023 يعني هنا تلاقي حضرتك إن وكهة النظر الفلسطينية متطبقة مع وكهة النظر المصرية مع وكهة النظر العربية وهي رفض التهجير ورفض إفراغ غزة من سكانه أو من أهلها الأصليين أيضا الرئيس أكد على فكرة عدم قبول أن يأتي أن إسرائيل ترحل الأزمة إلى مصر ترحل الأزمة إلى مصر يعني إيه؟ يعني أن الدعاوة اللي كانت بتتقال وأن الفلسطينيين يعني يأتوا إلى منطقة وجزء من سيناء فده أيضا أمر غير مقبول من جانب مصر وحتى من جانب الأردن يعني فيه كلام أيضا مماثل بالنسبة للأردن بالنسبة للضفر بالضفر إذا الأمر ده غير متقبل لأسباب سياسية لأسباب أمنية لأسباب تتعلق كمان نعوز أقول حتى بمعادة السلام لو تم ترحلهم إلى جزء آخر إلى جزء من سيناء ثم اندلعت أعمال أيضا قتال أو أعمال عنف من الذي يتحمل المسؤولية في هذه الحالة اللي يتحمل المسؤولية هي مصر وده بيخالف معاهدة السلام اللي بين مصر وإسرائيل واللي مضى عليها الآن يمكن أن يجي 45 سنة وبالتالي كل دي عوامل بالإضافة طبعا بالتأكيد إلى إفراغ القضية الفلسطينية مش يبقى في قضية فلسطينية إيه هي القضية الفلسطينية في هذه الحالة وبالتالي كل دي كانت رسائل هامة في هذه الحالة صحيح يمكن أن دي الصورة الوضحة والشاملة والكاملة اللي شرحها ووضحها سيدة رئيس عبد الفتاح السيسي أكتر من مرة صحيح حضريك قبل ما نخرج لموجز الأخبار حضريك تتحدث عن فكرة تداعيات عدم حالة الوضع وتداعيات عدم الوصول لسلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية إيه اللي ممكن يحصل؟ هو شوفي حضريك طبعا الأمر الآن وعد الأحداث بتاعة غزة مؤخرا الأمر له تداعيات خطيرة يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة إذا لم يتم احتواءه إزاي؟ شوفي حضريك سيد رئيس أشار إليك الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته قال وبالنص تقريبا إن الشرق الأوسط على بعد خطوة من الهاوي يعني فيه خطورة من كده هو بيقصد إيه بتكلم يعني إيه على بعد خطوة من الهاوي يعني إن الأمر يمكن إذا لم يتم احتواءه يمكن أن يتسع المشكلة يمكن أن تتسع وتطرح تداعياتها على دول الإقليم وفيه كلام بيتقالي يعني فيه أطراف متعددة دلوقتي احنا شوفنا إن فيه مناوشات مع لبنان مع حزب الله في لبنان طب ولما نتكلم عن حزب الله ما احنا نتكلم عن إيران إذن هي دي التداعيات التي يمكن أن تحدث في ظل وجود خلينا نقول كمان في ظل وجود قوات عسكرية أمريكية دخلت مؤخرا في المنطقة في المحر المتوسط وبريطاني إذن هو ده التخاوف الحقيقة أن يحدث تداعيات لا يمكن تدارك طب قبل خطوة الهوية عفواً للمؤاطعة فاندم اللي حضرتك وصفتها أو نقلتها عن الأمين لعام الأمم المتحدة قبل الوصول سياسياً إيه اللي ممكن يحصل يعني إحنا بنشوف الأقطاب أو القطب الأكبر في العالم الولايات المتحدة مراكز أو عواصم صنع القرار كلها مع إسرائيل إنحياز أعمى سياسياً إحنا ممكن نعمل إيه حتى لا نصل إلى خطوة مقابل الهوية المطلوب أن يتم احتواء ما يحدث في غزة من تداعيات المطلوب أيضاً ألا تظل الأمور على ما هي عليه من حيث عدم وجود سلام عادل وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرعية على الأراضي اللي احتلت في 67 ده أمر مطلوب الحقيقة وأنا في رأيي أنه مطلوبه على واحد الصرع ليه؟ لأن التداعيات قد لا تقتصر فقط على أطراف إقليمية ممكن يعني احتمال وارد عن تتدخل في الموضوع أطراف دولي وهنا هيبقى الخطر أكبر أن مشكلة يتدخل فيها أطراف إقليمية وأطراف دولية إذن هي بتتعدى أطرافها المباشرين بتتعدى الفلسطينيين وإسرائيل وبتطرح تداعيتها على العالم ككل وفي وقت قد لا يكون العالم فيه في احتياج إلى مثل هذه المشكلة الجديدة وخصوصا أنه بيواجه مشكلة من أكثر من سنة حرب بين روسيا وأوكرانيا إذن كل هذا يتطلب بازل الجهود يتطلب العقلاء يعني نوع من التعقل وأن تبذل الجهود للتوصل إلى حال لأن هذا سيفيد الجميع ولا بديل عن ذلك زي أيضا ما تبعنا حديث سيدة رئيس عبد الفتاح السيسي طيب برجوع مرة أخرى لقمة القهارة للسلام بما تفسر حضرتك عدم الخروج ببيان ختامي من القمة هو يشوفي حضرتك هو البيان الختامي إيه البيان الختامي في أي مؤتمر داوي البيان الختامي هو معناه تحديد القضايا والأفكار التي توافق عليها الحضور الحضور يعني الدول اللي حضرت هذا الاجتماع أو هذا المؤتمر طيب في مؤتمر القهارة للسلام هنلاقي أن فيه ممكن نصنف مجموحتين المجموعة الأولى هي مجموعة الدول العربية بصفة أساسية واللي بتنادي بالحق الفلسطيني وحماية حقوق الفلسطينيين للمشروعة وإيقاف الأعمال العسكرية ضد المدنيين واللي بتخالف قواعد القانوني الدولي وفي مجموعة أخرى من الدول اللي هي الدول الغربية بصفة أساسية واللي بترفض أن يعني تحاسب إسرائيل على ما ارتكبته بتسمي هذا يعني ما تقوم به إسرائيل من أعمال ضد الفلسطينيين في هذا بتسمي دفاع عن النفس صحيح بينما تسمي أعمال الفلسطينيين إرهاب هي دي هنعود مرة أخرى إلى الفكرة اللي بدأنا به فكرة المعايير المزدوجة أو السنائية في المعايير شكرا جزيلا دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة شرفتنا ونورتنا صباح الخير على حضرتك شكرا